إحنا لما نتكلم عن الله وهو بيعلن الله أو الذات الإلهية معلنة من خلال الكلمة شخص المسيح فإذا نحن نتكلم على شخصية غير محدودة من قبل الأزن كيف نفهم موضوع كلمة الله من قبل الأزن؟ في إنجلي وحن أصح واحد عدد واحد الآية الشهيرة جدا في البدء كان الكلمة كان فكلمة كان تدل على وجوده قبل البدء وفي ترجمات كثيرة في بدء في أصلها اليوناني في بدء يعني نستطيع أن نرجع بأزهاننا إلى أي بدء نفترضه هنلاقي مش في البدء بدأ الكلمة لا في البدء كان أي أنه موجود قبل البدء أقول مثال للمشاهدين أنا جيت إلى استوديو أنت كنت موجود فأنت موجود قبلي نفس الفكرة البدء أي بدء بدأ الكلمة قبل البدء فهو أزلي وهو موجود كالكلمة أي المعلن عن الله في أمثال تمانية مثلا يضع لنا الكتاب المقدس تصوير عن ماذا يعمل المسيح ككلمة الله في الأزل كيف يعلن عن الله في أمثال تمانية عدد 23 منذ الأزل المسحت وبدأ الآن منذ الأزل المسحت فالماسح موجود والمسيح موجود والمسح موجود فهنا يتكلم عن الله الواحد في أقانيمه الثلاث والمتكلم هو الممسوح فهو يقول منذ الأزل المسحت فهو أزلي طب ماذا يفعل كالكلمة أزلا منذ البدء منذ أول الأرض إذ لم يكن غمر أبدئت أي أبدئت في عملي الذي موسحت لأجله وهو الخلق إذ لم تكن يا نبيع كثيرة المياه فعدد 26 إذ لم يكن قد صنع بدأ يتكلم المسيح بدأ يتكلم عن المسح إذ لم يكن قد صنع مش بيقول إذ لم أكن قد صنعت إذ لم يكن قد صنع الأرض بعض ولا البراري ولا أول أعفار المسكونة لما ثبت هو المسيح هنا يتكلم عن المسح لما ثبت السماوات كنت هناك أنا لما رسم دائرة على وجه الغمر لما أثبت السحب من فوق لما تشددت لما وضع للبحر حده لما رسم أسس الأرض هنا المسيح يصف المسح بلغة العهد الجديد نقدر نقول الكلمة الإبن يصف الله باعتباره الذي يرسم الذي يرسم يقول كلمة خطيرة جدا في عدد 30 كنت عنده صانعا كنت عنده صانعا نقدر بمنطقة البساطة نقول إن المسح اللي هو الله الآب يرسم الخليقة يرسم المشروع ويسلمه للإبن وهنا مسحه لمسئولية تنفيذ المشروع هنا السؤال الخطير المسح اللي هو الله أين يرسم المشروع يعني لو رحت لأي مكتب هندسي بيكون عنده كمية كبيرة جدا من لوحات في القديم دلوقتي في أجهزة كمبيوتر وبرامج كمبيوتر يرسم المشروع المكتب اللي بيرسم المشروعات يسلمه للمهندس التنفيذي هنا لو تخيلنا أين يرسم الله هذا المشروع في فكرة في فكرة من يفهم ما يدور في فكرة الكلمة ومن يخرج هذا الموضوع إلى حيز التنفيذ ليعبر عن كل ما يدور في فكرة الله الكلمة وهنا اسمه الكلمة هنا هذا الاسم الجميل للمسيح كلمة الله المعلن عن الله فالله في داخله مشروع الخليقة المجرات والنبتات والحشرات والحيوانات والإنسان بقوانين الفيزيكس المهولة بضوران الأفلاك بطريقة منظمة بديعة كل هذا المشروع المهول الذي يدور في فكرة الله من يعرفه ليعبر عنه واحد فقط الكلمة في نفس الإصحاع في آية 23 منذ الأزل مسحت مسحت وهنا الكلمة أزلي وهو الممسوح أي المعين لتنفيذ المشروع وهنا الماسح أزلي وهنا الروح القدس المسحة أزلي وهنا من يفهم ما يدور في فكرة الله كنت عنده صانعا فالله كل ما يدور في قلبه من مشروعات خاصة بالخليقة وغير الخليقة تدور في فكره من يعلم من يأخذ هذه المشروعات إلى حيث التنفيذ الله عنده واحد فقط والكلمة كان عند الله يحنى واحد واحد في البدء كان الكلمة أزلي والكلمة كان عند الله أزلا ماذا يصنع أمثل تمين يرد العهد القديم يرد والآية اللي بعديها في يحنى واحد آية 2 كل شيء به كان نعم وبغيره لم يكن شيء مما كان أي أن كل المشروعات الإلهية التي تدور في فكرة الله لا يوجد إنجاز لنا أن نقول إلى مهندس تنفيذي واحد فقط فعندما نقرأ في البدء كان الكلمة فإحنا منروح لما قبل الخلق وهذا ما تريد أن تعبر عنه نعم نعم فالكلمة موجود قبل الخلق في البدء مش بدأة في البدء كانة في البدء الذي لا بدأت له في البدء الذي لا بدأت له وافترض أي بدء عشان كده في اليونانية مجهولة في بدء ليعطيك التخيل للرجوع بزهنك إلى أي بدء تريده مش هلاجي في البدء بدأة لا في البدء كان الكلمة أزليته أزليته كالكلمة أي أزليته في دور ويعلن عن الله في الأزل اشتركوا في القناة